المنتخب الأولمبي إن شاء الله زي ما قلت لكم بداية الاستعداد والتحضير لانطلاقة مشوارة المنتخب هتبدأ النهاردة عندنا مباراة تحضيرية ومباراة ودية يعني تجربة مهمة جدا لروجيرو ميكالي ومنتخبنا الوطني في بوردو في فرنسا النهاردة الساعة 7 إن شاء الله المنتخب هيواجه أوكرانيا كل التوفيق لمنتخبنا كتيبة أعتقد مبشرة جدا شباب صاعد واعد في منهم كتير حقيقة أسماء كتيرة تراهن عليها في منهم كتير لعبين تقدر تقول إن هم نجوم فرقهم أو من نجوم فرقهم في عنديت الدوري الممتاز يعني على سبيل المثال مش الحصر كوكا السنة دي واحد من اكتشافات برسل كولر واحد من أهم أوراق النادي الأهلي خد أثبت أعتقد جدرته بأنه يكون أساسي في أوقات كتيرة جدا خد خبرات ولعب مطشات كبيرة جدا فكوكا بالتأكيد واحد من نجوم المنتخب إبراهيم عادل إن شاء الله بإذن الله بعد يعني ما يرجع ويشفى من إصابته أعتقد هيكون واحدة من أهم الأوراق أسامة فيصل واحد من المهاجمين الحقيقة بيعجبوني جدا يعني لما تيجي تحط إيدك على المهاجمين اللي في الدوري المصري المنورين أو يلفتوا الأنظار أو تراهن عليهم كمستقبل لمنتخب أول بشوف أسامة فيصل واحد من الولاد دول حمزة علاء جولكيبر محترم جدا كريم الدبيس والرغم على الرغم أنه ما خدش متشاك كتير مع النادي الأهلي لكن حتى في عدد المباراة القليلة اللي خدها الناس كلها اقتنعت أنه كريم الدبيس مشروع باك شمال نجح جدا ونراهن عليه في المستقبل إن شاء الله سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخب الأول وغيرهم مصطفى سعد ميسي مش عايزة نسى حد وما تنساش الخبرات عندك أحمد سيد زيزو نتمنى إن شاء الله أنه يكون فائق وفورمته ويقدر يعمل فارق مع المنتخب الأولمبي وأيضا محمد النيني اللي بالمناسبة للتحاد النهاردة أكد أنه هيكون يعني هو اللي هرتدي شارة الكابتن كابتن منتخب مصر الأولمبي بعد دي في الترتيب هيكون أحمد سيد زيزو ومن بعدهم هيكون إبراهيم عادل عندنا مباراة تانية أعتقد هي تكون يوم 17 مباراة ودية برضو ومباراة تحضيرية يعني وتجربية هتجمع طبعا ده ترتيب شارة الكابتن بالنسبة لمنتخب الأولمبي زي ما قلت لحضراتكم الأول طبعا من حيث الأقدمية محمد النيني ثم أحمد سيد زيزو ثم إبراهيم عادل في مباراة تانية هتكون للمنتخب الأولمبي يوم 17 مع منتخب العراء قبل بقى دي هتكون المحطة الأخيرة بعدها إن شاء الله يبدأ مشوار منتخبنا في الأولمبيات يوم 24 معنا في المجموعة أفكركم أو أقول للي ما يعرفش معنا إسبانيا معنا أسباكستان معنا جمهورية الدومينيكين تشكيل المتوقع لمنتخب مصر النهاردة في المباراة في حراسة المرمى عندنا حمزة علاء خط الدفاع هيكون أحمد عيد عمر فايد حسام عبد المجيد وكريم الدبيس خط الوسط هيكون فيه أحمد دبيل كوكا محمد شحاتة أحمد سيد زيزو محمد النني مصطفى سعد ميسي وخط الهجوم أسامة فيصل لهم عناصر وعيدة الحقيقة وزي ما قلت قبل كده أعتقد أنه كابتن حسام حسن هيتابع مشوار المنتخب الأولمبي لأنه خلاص بعد الأولمبيات ما بقاش خلاص منتخب أولمبي كتير من العناصر دي أعتقد هتكون لها حظ فرصة نصيب مع منتخب مصر إن شاء الله الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر